قال وزير الخارجي الإيراني محمد جوادريف إن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق نووي المبرم عام 2015 وتكف عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي مع الشعب الإيراني إن كانت تريد عقد لقاء وإجراء محادثات وأضف ضريف لصحفي في كولا لنبور إن بلاده لا تريد اللقاء مع الإدارة الأمريكية من أجل اللقاء مبينا إن اللقاء إن تم فيجب أن يسفر عن نتيجة اشتركوا في القناة